تظهر غزة وكأنها تلك نقطة مركزية في هذا الكون حيث قتل ويقتل هناك الآلاف من النساء والرجال والأطفال والرضى على يد الهمجية الصهيونية بدعم غربي غير مسبوك غزة صغيرة مساحتها أقل من 366 كم مربع يقطنها أكثر من 2.4 مليون إنسان محاصرة منذ 16 عام حصارا رهيبا من طرف صهاينة اليهود وصهاينة العرب وهي أكبر كثافة سكانية في العالم تعرضت كما تعلمون ولـ 48 يوم متواصلة إلى واحدة من أعنف إن لم تكن أعنف هجمات بربرية همجية في القرن هذا وليس فقط في هذا القرن بل حتى في القرن العشرين كثير من الدراسات الآن تحاول أن تقارن ما يحدث في غزة كثافة ما حدث قتل ما يزيد عن 20 ألف إذا اعتبرنا حوالي 7 ألاف تحت الأنقاض تحت الردم وجرح أكثر من 30 ألف وربما العدد سيكون أكبر من ذلك عندما تتكشف الحقائق أكثر وبدأ العالم يرى حجم الجحيم وحجم الانتقام الهمجي الذي قام به صهاينة يقولون أنهم لم يشاهدوا ربما إذا استثنين أحداث معينة في الفيتنام وفي حرب الكورية لم يشاهدوا قتل للمدنيين بهذه الأعداد الرهيبة في المئة سنة الأخيرة في أقل من 49 يوم إذن القتلى والجرحى تجاوزوا الخمسين ألف ودمار مس ستين بالمئة من مساكن وبنايات غزة لا مساجد ولا كنائس ولا مستشفيات ولا مدارس ولا مخابز ولا مراكز كهرباء ولا مياه نجت من هذا القصف الجهنمي المتوحش من دولة أو هكذا يقال لنا وهي في الحقيقة كيانة غاصب ومختصة تزعم أنها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة وأنها متحضرة في أدغال البربر والبرابرة هكذا يقولون لكنها في الحقيقة أظهرت همجية قل لها نظير وأظهرت أن أولئك الذين يحيطون بها هم ضحاياها وليسوا هم الذين يقمعونها هذه الأحداث سيكون لها تأثيرات هائلة أحداث 7 أكتوبر وما بعدها لا تقل عما حدث في 11 سبتمبر وما بعده وما حدث في الربيع العربي وما حدث في الهجوم على أوكرانيا وقد تتجاوز أحداث غزة أوكرانيا على الأقل لحد الآن نسي العالم أو يكيد ما يجري في أوكرانيا نسوا الغزو الروسي ونسوا الأحداث المهولة التي بدأ بها عالم 2022 ولحد الآن قتل هناك حوالي 400 ألف من الروس والأوكران ولكن هؤلاء الاعتقاد الراسخ أن أكثر من 95% منهم عسكريين جنود وضباط يقاتلون جنود وضباط إلا في حالات نادرة حيث تعرض المدنيون خاصة في الجانب الأوكراني إلى قصف روسي وأيضا أحيانا في الجانب الروسي أو في الريسوفون في داخل أوكرانيا إلى قصف أوكراني لكن المعلومات كلها تقول أن ما قتل وجرح في أقل من 50 يوم في غزة هو أكثر على الأقل بمرتين من الأطفال والنساء مرتين مما قتل في أوكرانيا في ظرف سنتين تقريبا أفرح يا بوتين والحقيقة أن بوتين ظهر بهذا المقياس مقياس نتنياهو والجنيرالاتو ظهر أنه ملائكي ظهر أنه رحيم أو كما قال له أحد الأشخاص الذي زاروا هناك تبون المزور أنه يحب الإنسانية وأنه رحيم بها ما يحدث في غزة مهول هناك البعض ممن ينسبون إلى بني جلدتنا متواطئ متواطئ واضح التواطئ ذكرنا بعض الحكام ولكن ليس هناك حكام فقط ففي مصر لا يوجد السيسي فقط المتواطئ هناك آخرين معه ممن يحيطون به متواطئين معه أيضا أكثر جنيرالاتو متواطئون معه ولكن أيضا هناك ما يسمى بكتاب وممثلين ومشاهير كلهم يشتمون المقاومة ويشتمون الفلسطينيين يحدث هذا أيضا في السعودية يحدث هذا أيضا في الإمارات في هذه البلدان يحدث عللا في بعض البلدان هناك من يتلون هناك من يتلاعب في مثل بلداننا وهناك من يشكك ماذا حققت هذه المقاومة نفس الذين شككوا في ثورة أول نبامبر أبائهم أو اجدادهم ليس حتما في الدم ولكن في الأفكار شككوا في ثورة أول نبامبر